قبل 17 عشرين أنا بلشت راكم وعي 17 عشرين كانت انتقال كان زخم عالي نزله العالم وبلش يتراكم الوعي عند الشعب كمان فشي كان كتير حلو إنك تلاقي العالم بالشارع أول مرة نزلت على الشارع هي كانت بال2015 بس أكيد ما كان عنده وعي كامل كنت نازلة مثل كل هالعالم وكانت أزمة النفايات بس كلنا بنعرف إنه أزمة النفايات مش هي هيدا الأزمة الكبيرة أما هو النظام ككل أنا صرت موقفة أربع مرات والحبل على الجرار لأنه هيدا السلطة ما بتعف غير تقمع الحريات وأكيد بدها تحبسنا لأنه بتستعمل هيدا الأسلوب لتخوف البقوة مش لا تخوفنا هي عارفة إنه ما بقى فيها تخوفنا ورح نضلنا نقول للعالم إنه لأ لازم ينزلوا لأنه القمع اللي عم يتعرضولو بالقيامة العادية والذلم والفقر هن أقوى بكتير من إنه الواحد يعتقل أظلم بكتير تغير عندي من 17-20 إلى هلأ إنه صار عندي تحفيز أكتر إنه أنا راكم وعي أكتر وأنا كانت عم تتراكم خبراتي وعم راكمها بعد أكتر لأقدر وعي العالم أقدر قودن على المحل الصح لأنه هيك نظام بدو كمان تنظيم يكوني ضاهي هيدا القوة يقدر يكسروا فإذا كنا بلا تنظيم ما رح نقدر نكسر هيدا النظام أنا أكيد رح أبقى بالشارع عم طالب بحقي دورنا هون إنه نحنا نبقى ونصمد لأنه ضربنا طويل معركتنا طويلة نحول هيدا المعركة من معركة طائفية هيك بداياها السلطة لمعركة سياسية بوجه هيدا النظام أنا نحقق العدالة الاجتماعية ونحقق نظام منتج مش رايعة استهلاكة أكثر عدالة وأكثر إنسانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة